تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة حلقتنا اليوم حنناقش فيها حراس كرة قدم اقسار كسروا القواعد عرض المرمة 7 متر تقريبا يعني لو كنت كسير وبدك تقفز من زاوية لزاوية محتاج تكون سبايدر مان بس في حراس كسروا القواعد وقالوا مش ضروري تكون حارس طويل عشان تكون حارس مميز ومنهم من دخل بطور الأساطير ومنهم من فاز بكأس العالم ومنهم من حكل الناس هذه القواعد وضحها ناس ومن حق الناس الآخرين يكسروها لازم أوضح أنه في الثلاثينات والأربعينات والعشرينات كان عادي الحارس كسير طويل ما كانت لسه كرة القدم من الطورة عشان هيك لو رحت ودورته بالإنجليزي بالبحث بالإسباني حتلقوا كثير حراس بالثلاثينات والأربعينات كانوا كسار القامة ومشهورين عشان هيك أيضا سحبت هدول الناس من قائمة التوب 5 لأنه ما كان وقتها شيء مميز حنحكي عن حراس في العصر الحديث عن خمسة من أشهر الحراس اللي كسار في كرة القدم واللي أثروا بشكل أو بآخر بلعبة كرة القدم بس كالعادة وانتو بتحضروا الحلقة بتركوا لايك لو أعجبكم الفيديو ولو ما أعجبكم كمان بتركوا لايك لأنكم إصحابي نبدأ مع حارس عوض قصر طوله بجنونه نبدأ مع هيكتة الحارس الكولومبي الشهير 176 سنتيمتر حارس منتخب كولومبيا لـ 12 سنة حارس بتأثيره بمهاراته سجل أكثر من 40 هدف حارس لما شاف الفيفا أنه بلعب برجله عادي قال ليش ما نعمل القانون ممنوع الحارس اللي بترجع له الكرة يلمسها بإيده عشان ما نضيع وقت هذا الحارس أثبت أنه الحارس بقدمه ممكن يكون مهاري أكثر من مهاجم هيكتة عوض كل شيء عوض قصر قامته بجنونه عوضه بشجاعته عوضه بتصدي لا ينسى تصدي العقرب ومن أوائل الحراس في العصر الحديث اللي كسروا قاعة الطول أسطورة إيطالية دينوزوف اللي فايز بكأس العالم 82 وفايز من زمان قبلها باليورو بالستينات نتكلم عن حارس عوض قصر طوله بشكل مختلف بهدوءه وبقوة شخصيته كان دائما قائد لخط الدفاع بعض الأحيان مستفز زي ما عمل بموليديان 82 بإضاءة الوقت أمام البرازيل لكنه حارس ما قدر حدا يزيحه عن حراسة يوفينتوس 11 سنة وحقق معهم ألقاب عديدة ومع منتخب إيطاليا كان دائما الخيار الأول لسنوات طويلة وطوله زي ما حكيت 182 بس أما تكون حارس منتخب فرنسا في عصره الذهبي وتفوز به أفضل حارس في كأس العالم 98 وطولك 180 سنتي وتضل حارس فرنسا 12 سنة وتشارك معهم بثلاثمون ديالات وما حدا يقدر يشكك فيك للحظة وتكون حارس مميز جدا وتكون اسمك فابيان بارتيز بالطول زي ما حكيت 180 سنتيمتر بارتيز من الحراس الأساطير لقصار القامة اللي بالتأكيد بالنسبة لفرنسا مستحيل ينسوه بارتيز اللي عوض قصر قامته بسرعته وبسرعة ردات فعله أيضا دائما كان عم بيقدر يضيف شئ بردات الفعل الغريبة نتكلم عن حارس بلا شك عاش في تاريخ فرنسا وحيعيش دائما فيه وننتقل إلى رقم اثنين الناس بيجي تقول لك القديس إيكركزيس لا هذا اسمه العملاق القصير لازم يكون لأنه بـ 181 سنتيمتر عملي عجائب هذا الحارس نزل احتياطي بـ 2002 أمام لبركوزين وكان الأساس بفوز ريال مدريد بالتاسعة وأيضا كان موجود يوم الفوز بالعاشرة نتكلم عن حارس فاز بكأس العالم واثنين يورو وبالثلاثة تقريبا دائما كان له موقف مؤثر باتجاه اللقب نتكلم عن حارس طالبت الناس لفترة يعطوه أفضل لعب في العالم وبنتكلم عن حارس بإسبانيا 100% هو أفضل حارس في تريقهم وطوله 181 سنتيمتر فقط يوما ما طلعت إشاعاته فرونتينو برز حاب يبيع كازيس لأنه قصير ولكن اللي مشوف مسيرة كازيسه بيعرف أنه الطول أبدا ما كان قاعدة بحراسة كرة القدم ردات فعل كازيس قدرته عثبات الانفعال في بعض المواقف ميزته تائما ورقم واحد معي بلا منازع لو نيجي نحكي شو رأيكم بطول روبرتو كارلوس هتحكوا كصير حاجة يقولكم في حارس كرة قدم كان طوله تماما قد طول روبرتو كارلوس هذا الحارس كامبوس المكسيكي اللي اشتهر مش بس لأنه كصير بألوانه الزاهية يعني كان عم بستعرض في الملعب وبيبسطنا بالألوان اللي فيها وبمهاراته سجل عشرات الأهداف هذا الحارس وبالتحديد سجل 46 هدف حارس دائما كان يقول أنا بحس حالي مهاجم حارس بانطلاقاته المهارية بكرةه بسرعته كان دائما ممتاز عوض قصر قامته بطريقة مختلفة ربما عن السابقين الحارس اللي لعب مونديال 94 و 98 و فاز بكأس القارات 99 كان يعوض قصر قامته بقفزاته اللي كثير واسعة كان قصير بس يطير أيضا كان شجاع للغاية وسريع للغاية فتدخلاته واحد لواحد كان دائما تربك الخصوم نتكلم عن حارس قصير تأثيره كبير 168 سنتي فقط يعني قدرو بيرتو كارلوس يعني أصلا ممكن المدربين يشوفوك صير كلعب وسط فعليا نتكلم احنا عن خمس حراس غيروا القواعد اللي احنا منعيش عليها دائما كثير في قواعد بكرة القدم مثلا اللي على اليمين لازم يلعب برجل اليمين واللي على اليسار لازم يلعب برجل اليسار وبيجيك واحد بغير كل هذي القواعد لأن المسألة دائما ما بتعلق بشو عندك شو إمكانياتك اللي إجيت فيها مولود بتعلق بقدرتك على التأقلب بتعلق بقدرتك على تعويض نقاط الضعف بنقاط قوة أخرى وما تقول بس تتأمل وتتحسن أنه يخسر ما عندي طول عشان أكون حالس وحنا عنا حالس أسطورة في المكسيك وأسطورة في إسبانيا وأسطورة في إيطاليا وأسطورة في كولومبيا وأسطورة أيضا في فرنسا كلهم كانوا قصار قامل ثلاثين منهم فازوا بكأس العالم واثنين منهم مستحي تنساهم أمريكا الجنوبية لأنه بكل بساطة ما آمنوا بالقواعد اللي حطينها ناس وطبقوا اللي فراسهم وعوضوا أي شيء كان عندهم من نقاط الضعف بنقاط قوة أخرى زي ما حكيت وهذه القاعدة مش بس بحراس كونتقلب في حياتنا دائما نركز دائما عن نقاط قوتنا وما نقعد نتباكى عن نقاط ضعفنا نوصل هون لنهاية حق التوب 5 كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إستغرام وضروري جدا تشتركوا بقناة سيلفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة